لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمرك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الإخوة الفضل أيها الحجاج ضيوف الرحمن أهلا وسهلا بكم بعد أن أديتم النسك وقضيتم ليلة عرفة وليلة مجزلفة ورميتم وأديتم يوم النحر بأعماله فكنتم اليوم في يوم القر وغدا بإذن الله ترحلونا إلى دياركم موفوري الأجر بإذن الله أيها الإخوة المعايدات في العادة ليلة العيد لكن لبعض الظروف والزحام كان تأجيلها إلى هذه الليلة ندوة بعنوان دور المملكة في الحج وأهله كذلك بعد أن عرفنا به نبدة يسيرة نعرج على الشيخ مزم الفقيري الداعي السوداني هذا الرجل أيضا له جهود تشكر فتذكر له جهود في محاربة البدعة في أرض السودان وأصحاب التصوف يشكر عليه ويؤجر من الله سبحانه وتعالى والله ندعو له ولا نعرفه بل عرفناه في موسم الحج فسبحان الذي أتى بهم وكرمهم في الحج إن هذا التكريم لم يكن منا أيها الإخوة ولكن أنا أجزم أنه من الله عز وجل الذي أتى بهم ويرفع الله سبحانه وتعالى كل من قال كلمة الحق هذه رفعة لهم في الدنيا فأسأل الله أن يرفع أن كما رفعهم في الدنيا بالذكر الطيب أن يرفعهم يوم القيامة في درجات الجنة وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة قولوا آمين الشيخ مزم الفقيري الداعي السوداني هو أيضا مجابه لأصحاب مذاهب الباطلة فلعله يبين لنا دور المملكة في تطور الحج والمشاعر الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإنني أبتدي وأقول إن شكرنا لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها المفضال ليس رياءً ولا سمعةً ولا طمعًا فيما عند الناس وإنما هذا حقٌ ينبغي أن يزدى لأصحابه من جهة وسنةٌ سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهةٍ أخرى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس وفي روايةٍ صحيحة لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنحن نشكر المملكة العربية السعودية حكامًا ومحكومين على ما يقومون به من مجهودٍ عظيم وعملٍ جبار لا ينكره إلا متكبرٍ جبار أو جاحدٍ لنعمة الله تبارك وتعالى عليه وهو يرى هذه النعمة رأي العين ويمسها بيده ويباشرها بيده وبسمعه وبصره ولسانه وبكل حواسه لأن ما تقوم به هذه المملكة عملٌ كبير إذا نظرت لخدمتهم لحجاج بيت الله وعمار بيت الله الحرام وزواره من جهة فهم يقومون بالإنفاق على هذا العمل الذي تعجز عنه كثيرٌ من الدول والفئات والأقوام وهذه حقيقة وإن رغمت أنف وتقوم أيضاً بنشر الإسلام الصحيح لا في المملكة داخلها فحسب بل في كل أسقاع الأرض عربهم وعجمهم وفي كل القارات والبلدان مبتغين الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى أزاك الله خير وما شاهدناه هذا العام وغيره من الأعوام في الحج لأكبر دليلٍ وأعظم شاهد على تفاني المملكة العربية السعودية لخدمة هؤلاء الحجي من تنظيمٍ لسيرهم وحركتهم من تهيئةٍ لأماكن ودور العبادة والأماكن المقدسة الطاهرة حتى على مستوى العساكر والله ما شاهدت وأنا والله خير شاهدٍ على كلامي أنهم يمتازون بالأخلاق الفاضلة العالية في معاملتهم للحجي وإرشادهم للمسلمين بلطفٍ ولينٍ وسهولةٍ وتبسمٍ في وجوه المسلمين من حجاج بيت الله الحرام فيرشدون التائهين وينبهون الضالين وينصحون المخطئين ويعينون المستعينين فيما يقدر عليه المخلوق وهذا ظاهرٌ ومشاهد ومن تنظيمٍ لمسألة وعبادة رمي الجمرات ويكثر فيها العدد والملايون من الناس فقد رميناها بكل سهولةٍ ويسر ولا ينكر هذا إلا مجرم أو حاسد أو حاقد وكذا الطواف وكذا في كل مشاعر الحج ومناسكه تهيئةٌ تامة للمسلم لأن يعبد ربه تبارك وتعالى فأسأل الله العلي القدير كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فأسأل الله العلي القدير العظيم أن يحفظ حاكم هذه البلاد وأولياءه وجميع حكومة هذه البلاد وحكومات المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يحفظ شعبها وأن يكرمهم في الدارين في الدنيا بجميع أنواع الكرم من ربنا سبحانه وتعالى إنه جوادٌ كريم وأن يكرمهم في الآخرة يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم ثانياً بعد شكرنا لهؤلاء الأكارم أشكرهم أيضاً على حمايتهم لحق الله على العبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً الحديث فهذه الحكومة المباركة تحمي حما التوحيد كما رأينا بأم عيننا وتنشره في أنحاء العالم بطبعتها لكتب العقيدة الصحيحة الصافية وهي الدين الوسط لكي لا يتبجح عباد القبور ومعهم في جهتهم ومعهم في جهتهم المجوس الذين يشتمون الصحابة ويكفرونهم ويسبون أمهات المؤمنين ويتهمون عائشة أم المؤمنين بالزنا عياذاً بالله ويزعمون تحريف القرآن ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم في جهة وفي الجهة الأخرى أولئك الذين غلوا في دينهم والدعو الوسطية وهم يفعلون التفجيرات والمظاهرات وما يسمى بالربيع العبري والبلايا والمشاكل في جميع بلدان المسلمين وهم يريدون هذه البلاد الطاهرة المباركة مهبط الوحي التي باركها الله تبارك وتعالى بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يريدون هذه البركة أن تذهب عنكم وعن جميع المسلمين لأن هذه البلاد ليست للسعوديين فحسب بل هي لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله سواء كان عربياً أو كان عجمياً أو كان من الغرض أو من الشرق أو من جنوب الأرض أو شمالها أو وسطها هي قبلة المسلمين جميعاً إذا صلوا اتجهوا إليها إذا سألوا ربهم في الدعاء رفعوا أيديهم إلى الله بالسماء ووجهوا وجوههم إليها رغماً عن أنوف الحاقدين وما اختار الله عز وجل بيته الحرام أن يكون في هذه البلاد إلا لعلمه سبحانه وتعالى بحال أهل هذه البلاد نحن لا نقول بعصمتهم فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولكن نقول بأفضليتهم لأعمالهم الخير وبرهم وإحسانهم الذي نال جميع العالم حتى الحاقدين الذين يحقدون على المملكة يأكلون من خيرها بعد فضل الله عز وجل ويتربون على جميلها بعد تقدير الله عز وجل فيأكلون طعامها ويشتمون حكامها يأكلون طعامها ويشتمون شعوبها ووالله هذا كفران لنعمة الله عز وجل وقد قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ وَمِنْ شُكْرِ اللَّهِ بل وَمِنْ أَعْظَمِ شُكْرِ اللَّهِ أن تَشْكُرَ من أنعم عليك بالنعمة من عباد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنحن والله نشكركم ولا نرد منكم جزاء ولا شكورا وإنما نتقرب بشكرنا لكم يا أصحاب المملكة لله عز وجل وأن يكون شكرا للباري تبارك وتعالى ثالثا وصايا أوصيكم بها يا أهل هذه البلاد الطيبة الوصية الأولى أن تحافظوا على أمنكم فالأمن نعمة لا يعرفها إلا من تعلم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة من غير غلو ولا جفاء ولا يعرفه أيضا لا يعرف نعمة الأمن أيضا إلا من حرمها وقد حرمها أكثر العالم وأنتم في نعمة فحافظوا على هذه النعمة التي امتنى الله عز وجل بها منذ قديم الزمان على أهل هذه البلاد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ونعمة الأمن لا تكون إلا بالتوحيد فمن أراد أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة الكبيرة فعليه أن يحافظ على حق الله على العبيد وهو توحيد الله والدليل على هذا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت عليه وعلى الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله قال ليس ذلكم ليس ظلم النفس إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلتحافظوا على نعمة الأمن عليكم حافظوا على التوحيد وتجنبوا الإشراك بالله الذي طهر الله بلادكم منه فكسرت تلك القبور التي تعبت في عهد هؤلاء الملوك الأفاضل رحمهم الله جميعا وكسرت الأوثان التي تعبت من دون الله عز وجل فلم نجد في هذه البلاد قبراً واحداً يعبد مع الله تبارك وتعالى وهذا ما يريده الأعداء يريدون عكس ذلك أن تصرفوا العبادة لغير الله فإذا صرفتم عبادة من العبادات ولو واحدة لغير الله زالت عنكم نعمة الأمن وزالت عنكم جميع النعم وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة هذا والأمن مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل ما كان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الوصية الثانية التفوا حول حكامكم ليس مجاملة لهم وإنما دين نتقرب به إلى الله ماذا قال الله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أي من إيمانك وتوحيدك وصميم دينك أن تسمع لهذه الآية وغيرها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بعد طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف الله عز وجل بطاعة أولياء الأمور من المسلمين حتى لو ظلم بعض الحكام في بلد أو آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير هذا في صحيح مسلم من رواية حذيفة أين يذهب خوارج اليوم الذين يريدون أن تكون البلاد غوغاء وأن ينتشر فيها الفساد واغتصاب النساء في تلك المظاهرات والخروج على الحكام المسلمين ووالله إن هذا الربيع العبري كشف حال هؤلاء الخوارج ولا يحتاج كشفهم إلى دليل بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ثم أخيراً وقد أطلت عليكم عليكم بجماعة المسلمين وأن لا تتفرقوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالجماعة ونهى الله جل وعلا عن التفرق في الدين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال جل وعلا من المشركين من الذين فرقوا دينهم هذه جماعة فلان وهذا الحزب الفلاني وتلك الطريقة الفلانية قال الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون فالتفوا تحت حكامكم ومع أمرائكم ومع إمام المسلمين تفوزوا وتسعدوا في الدارين ويضوا الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وأشكر الوزارة والحكومة لإتاحة هذه الفرصة المباركة والإخوان والمشايخ والدكاترة والأفاضل من الأساتذة وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم